الحقيقة مع كل هذه البرامج وكل هذه التدخلات ولكن الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس ان احنا برضو هذه الفترة شديدة الاستثنائية وفترة يعني قصية جدا على العالم كله واكيد حضراتكم شايفين ايه اللي بيحصل على مستوى العالم ولكن عشان كده كان توجيه فخامة الرئيس عايزين نفكر في حزمة اضافية برضو نصل بيها ونساعد بيها المواطنين البسطاء ومحدود الدخل ويمكن عشان كده احنا كحكومة كنا عكفنا مع بعض يعني مع السادة الوزراء ومع كل الجهات ان احنا نضع مجموعة من المقترحات الجديدة واللي رحنا الحقيقة عرضناها ووجه فخامة الرئيس باطلاقها بأسرع وقت ممكن الحزمة الجديدة دي عشان نبقى عارفين طبعا اهم شيء فيها ان احنا بنرفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من الاربعة وواحد من عشرة مليون اسرة النهاردة الى اكتر من خمسة مليون اسرة يعني احنا بنضيف اكتر من تسعمائة الف ما بين تسعمائة الف المليون اسرة جديدة بالحزبة كده عشان هنبقى عارفين يبقى الدولة المصرية بتخدم اكتر من خمسة مليون اسرة يعني عشرين في المية من الشعب المصري عشرين في المية من الشعب المصري الدولة بتتكفل بصرف معاش او مبلغ دعم نقدي مباشر بصورة دائمة وده رقم لازم نتوقف عنده ان نبقى عشرين في المية من الشعب المصري بياخد هذا الدعم النقدي المباشر وده شيء مهم جدا لان احنا دايما بنبقى عنينا على نسب الفقر اللي موجودة عندنا في مصر وازاي ان احنا كدولة نتدخل بمجموعة من الحزم عشان نساعد الاكثر احتياجا والاكثر فقرا فاحنا بقينا بنتكلم النهاردة في اكثر من خمسة مليون اسرة هنقدر النهاردة نتدخل ونقدر نوفر لهم هذا المبلغ والدعم النقدي المالي المباشر شهريا طب كلفة التسعمائة الف للمليون اسرة قدي علينا الكلفة هتبقى اكثر من خمسة ونصف مليار جنيه في السنة ده هتبقى رقم اضافي ولكن الحقيقة وهنا يمكن انا حابب ان انا اوجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني بالتنصيق ما بين الدولة المصرية وما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي اللي هو بيدم كل الجمعيات الاهلية الكبرى في مصر واللي بتعمل جهد غير عادي ويمكن بس عشان اا ااكد لحضركم قد ايه المجتمع المصري هنا بيشارك ان حجم مشاركتهم على مدار عام عشرين واحد وعشرين بلغت تلاتة ونصف مليار جنيه في مشروعات كتيرة ضخوا فيها مساعدات للأسر الفقيرة والمواطنين البسطاء مع اللي الدولة المصرية بتعمله توافقنا على ايه في هذا الموضوع ان الدولة المصرية في العدد اللي هو بنتكلم عليه التسعمية الف اسرة او من تسعمية الى تسعمية الف الى مليون اسرة الدولة المصرية من خلال موازنة وزارة المالية حتتحمل الخمسمية الف والمجتمع المدني حيشيل الربعمية او خمسمية الف اسرة الاخرين فاحنا بنتكلم كده ان الدولة حتضيف من الاحتياط النقدي اللي كان محتوط لتغطية الطوارئ هنحط حوالي تلاتة مليار جنيه عشان نمول الخمسمية الف اسرة اللي احنا هنكون مسئولين عنهم في الجزء الخاص بتاع التكافل وكرامه والمجتمع المدني والمجتمع الاهلي هو كمان حيمول ما بين ربعمية الى خمسمية الف اسرة اخرى فاحنا بنتكلم على رقم حوالي من اتنين ونص الى تلاتة مليار جنيه اخرين ده في بند مهم جدا واحنا هنا بقى بقينة بنتكلم على حيبقى برنامج دائم وليس برنامج استثنائي حيبقى بنضيف مليون اسرة جديدة لهذا الموضوع ودي طفرة كبيرة جدا يعني احنا متخيلين حضراتكم بنتلع من اربعة مليون اسرة الى خمسة مليون اسرة يعني بنزود خمسة وعشرين في المية بصورة فورية للي كانوا مستفدين من هذا البرنامج الكبير في نفس الوقت الحقيقة فكرنا في برنامج اخر بس داي بقى برنامج استثنائي احنا نعي تماما على الرغم من اللي انا شرحته لحضراتكم في اكثر من يعني فرصة ان الزيادات اللي بتحصل في اسعار السلع دايما الدولة بتتحمل الجزء الاجبر وبتحاول تمرر الجزء اليسير على المواطنين ولكن فكرنا في حزمة اضافية عشان احنا عارفين كويس قوي اللي بيحصل في العالم والاضطراب الشديد والارتفاع والتضخم اللي بيحصل ان احنا نعمل حزمة استثنائية لمدة ستة اشهر الستة اشهر دول هيضخ فيها اموال بتصل الى مليار جنيه شهريا يعني بنكلم في ستة مليار جنيه في الستة اشهر هتبقى في سورة ايه ان احنا هنتدخل هندي لتسعة واحد من عشرة مليون اسرة انا بأكد عن رقم تسعة واحد من عشرة مليون اسرة هندي رقم اضافي شهري على بطاقات التموين او بطاقة ميزة اللي موجودة لديهم هيقدروا يصرفوها في سورة سلع من الحزمة التموينية اللي بتتحها الدولة فبالتالي هيبقى فيه ميت جنيه اضافية بتتحط على البطاقة يقدر المواطن اللي عنده البطاقة يستفيد منها في شراء سلع اضافية طوال مدة الستة اشهر وطبعا احنا واخنا بنتكلم على الستة اشهر لان بنأمل ان هذه الازمة العالمية يعني ان شاء الله يعني تنقشع في خلال هذه المدة ولكن وجدنا ان واجب الدولة انها تدخل على هذا الموضوع وان احنا نتحرك ونوضيف هذا الرقم الكبير فاحنا كده بقينا بنتكلم في حزمة لوحدها بتتجاوز حوالي 11 او 12 مليار جنيه الستة مع الخمسة ونص فقط في جزئين يعني حوالي 11 ونص او 12 مليار جنيه بيتحطوا علشان نتحرك في هذا الموضوع اشتركوا في القناة